اشتركوا في القناة 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 اما بالنسبة لعمليات التجميل صحيح انتهى تراجع الزهرة زي ما ذكرنا في حلقة الامس ولكن انه ما زل نحوسة الزهرة موجودة من اثر التراجع بدها لغاية اربعة اثنين لتنتهي كامل وايضا ما ننسى تراجع طارد اللي بيأثر بشكل سلبي فعشان هيك منقول ان الفترة هاي غير مناسب لعمليات التجميل الا امور مثل الحقن لهه الاشياء البسيطة او معالجة البشرة ولكن اليوم بما انه الجلد اكثر حساسية فبرضه ما بنصح في هاي الامور عشان هيك منقول لا يصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ممكن غدا بعد العصر يكون مناسب لعمليات الحقن أو معالجة البشرة ولكن الجراحة لسه طبعا بالنسبة لهذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب جدا ما في أي مشاكل تذكر أو شيء يهدد بمشاكل أثناء أخذنا المطروم بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين واحد وثلاثين واحد بيبدأ في تمام الساعة أربعة وثلاثة وأربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال 27 يوم في تمام الساعة 22 دقيقة صباحا بيصبح 28 يوم نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18 اثنين منتحسة بنسبة 50% القمر في الجدي حتى يوم واحد وثلاثين واحد سعيد الآن بنسبة 60% ولكن في ساعة الظهر بصير سعيد بنسبة 100% لغاية ساعات المساء أما بالنسبة لعطارد في الجدي فهو متراجع لغاية يوم 4 اثنين سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجدي حتى يوم 6 ثلاثة سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6 ثلاثة سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمسة سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4 ستة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربع سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيعملوا بيقدروا انهم ينجحوا بالدفع بمصالحهم في مجال عملهم بشكل إيجابي ويعززوا علاقتهم مع المسؤولين ويحافظوا على إنجازاتهم القائم أهم شيء أنه تهدئوا من انفعالاتكم ومن عصبيتكم اتجنبوا مخالفة القوانين ويحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها الأجواء جيدة وداعمة على مستوى العلاقات الاجتماعية على مستوى العمل وتعزيز نقاط قوة بالعمل وبرضو ممكن بعضكم يحصل على تكريم أو على شيء مميز برج الثور اليوم يعتبر من الأيام المميزة جدا بالنسبة لموليد الثور خصوصا أنه القمر الآن موجود في البيت التاسع يعني بيت حليف وقوي جدا فبتنشطوا اليوم في مجال الدراسة الجامعية أو الدورات أو السفر البعيد أو الاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الأجانب بتشعروا بقوة العاطفة تجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها بيكون اليوم في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية اللي بتدعمك بشكل قوي برج الجوزاء طبعا القمر الآن صار بالبيت الثامن فبيخفف الضغط عليكم شوي عن الفترة الماضية اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية أو الاهتمام بالأموال المشتركة وبتصير الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا من تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير وممكن تطلقوا مساعدة أو تعاطف أو دعم معين عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي وتضبط أعصابك قدر الإمكان برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر صار مقابلهم تماما الآن فهو مناسب ومش مناسب مناسب إنه بيعزز شراكاتهم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو تعزز العلاقات مع الأزواج أو مصالحات أو تراجع عن قرارات سابقة هاي ممتازة جدا برضو ممتازة لا خطبة لا زواج لا توقيع عقد تجاري ولكن بعد تدقيق كل حيثياته أو كل بنوده بدون ما يفلت منك أي بند وتستشيغ الأشخاص الموثوق فيهم هاي فترة طبعا اللي مش مناسب فيها اللي هي السلبية لأنها فترة مقابلة تماما لا إلك فبتسحب من طاقتك فما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة لأنه ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات اللي بتتطلب منك إنك تضبطها عصابك برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا القمر الآن صار في البيت السادس المسؤول عن العمل ومسؤول عن الصحة فعشان هيك بتكو تنجزوا اللي بتقدروا عليه من الأعمال وخصوصا أعمالكم المتراكمة دون المبالغة في جهدكم الجسماني أو المبالغة في تعبكم الصحي بتكو تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتكو تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة الأعمال والوقت عشان ما تداخل الأعمال مع وقتها وما تقدروا تنجزوا شيء فعشان هيك برضو اليوم بتكو تحاذروا من الجدال مع المعاونين أو مع زملائكم بالعمل وحاولوا إنكم ما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أي عمل حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية على أساس إنه تقدروا تنجزوا الأشياء المهمة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر صار موجود في البيت الخامس لإلكم فهنا بيأثر بشكل مباشر على العواطف على الأمور اللي إلها علاقة بالهوايات بشكل كبير فاليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وكمان اليوم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم وحتى العاطفي وبتمفرج أساريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا تعتبر هاي الفترة فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شي انكم ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وحاولوا انكم تستغلوا هاي الفترة بتصحيح الأخطاء أو التراجع عن بعض التصرفات القديمة برج الميزان القمر صار موجود في البيت الرابع اللي له علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم بين أفراد العائلة ممكن يصير في نوع من أنواع القلق حول وضع عائلة أو منزلة أو تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شي انك انت ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء شوي فيها نوع من أنواع العدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي الأمور العائلية بشكل جيد وبدك تراعي وضعك الصحي بشكل جيد ضبط العصاب مطلوب وحاول انك ما تهول وتكبر الأمور برج العقرب بالنسبة لموليد البرج العقرب القمر في البيت الثالث بيت التنقلات والسفريات القصيرة والاتصالات والمواصلات والامتحانات فاليوم تنشطوا في مجال السفر والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة وبتقدروا اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار طبعا الحضوض رح تدعمك بشكل قوي جدا رح تكون جريء في التعبير عن رأيك وتتمتع بسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الإقناع وتحليل المواقف بشكل كبير فعشان هيك بتكون اليوم انت ملفت للنظر الأجواء لطيفة وممكن تحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل هاي الورشة ممكن تكون دورة عبارة عن دروس أو شيء بتأهل قدراتك لا شيء ممتاز جدا قادم برج القوس طبعا القمر صار في البيت الثاني اللي إله علاقة بالمكاسب المالية أو الأمور المالية فعشان هيك اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية يعني ما تبذر أموالك يعني بدك تكون حذر من ناحي المالية ممكن تهتموا اليوم بتوظيف أموالكم ولكن زي ما حكينا بدك تكون عاقل بصرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات أو حتى بتحصيل ربح مالي تعتبرها أي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أو مساعدة أو هدية برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا القمر موجود عندكم استقر بشكل كامل فعشان هيك اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط أهم شي انكوا تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم يحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور واليوم تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر بكثير من المجالات مرضو عاطفتك اليوم جياشة للتقرب مع الحبيب أو لإجراء نوع من أنواع التغيير يا إما عقصة شعر أو على لباس معين أو هيك تغيير نفسية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر لليوم الثاني موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد فعشان هيك تضبطوا عصابكم قدر الإمكان هذا يوم يتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من أعمال متراكمة يعني بمعنى بدك تعمل الإش الروتيني أو المتعود تعمله بدون ما تبادر بشيء جديد فاليوم تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي بعض الارتباطات أو بعض المشاريع أو ممكن تعاني من تراجع في المعنويات أو نوع من أنواع هيك ضعف الطاقة أو الصحة شوي بتكون بحاجة للرعاية فعشان هيك حاول أنك ما تحسم أي أمر لأن الفترة هي سلبية ومخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها بدون دراسة فعشان هيك بنصح تأجيل الأمور لغاية ظهر الغد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود ببيت الأصدقاء اللي هو بيتك 11 فعشان هيك بوسعك وتعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة طبعا بتتسع الأفق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما وممكن تعزز شعبيتك وتحصد ربح ما في مجال ما الأجواء جيدة ودعملة إليك وممكن تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك في مسألة معقدة شوي أو ضغطة عليك اليوم بتخف الضغوط وبيطمئن بالك ولكن اللي بنصحك فيه أنه تحاول تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية اليوم يعني يبل ساعات صباح الغد على أساس أنه في صباح الغد القمر رح ينتقل للدلو بيت متعبك فكثير من الأمور رح تتعطل فعشان هيك استغل اليوم لإنجاز كل الأعمال المهمة اللي ما بتطلب منك تأجيله هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر